ترجمة نانسي قنقر مشيدا بما بذلوه من جهود طيلة سيرتهم الدراسية لتحقيق هذه النتائج المشرفة مثنيا على الدور الفاعل لأولياء الأمور وسائر التربويين فيما حققه هؤلاء الأبناء من إنجاز متميز وأضاف الوزير أن النتائج الطلبة المحتفى بهم فضلا عن ارتفاع عدد المتفوقين من خارجي المرحلة الثانوية ممن حصلوا على تقدير 95% فما أكثر إلى 737 متفوقا ومتفوقا يعكس حجم الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير التعليم بدعم من القيادة الحكيمة ما أسهم كذلك في تحقيق العديد من الإنجازات الدولية المشرفة ومن أبرزها تحقيق طلبة المملكة أعلى نسبة تقدم عالمي في الرياضيات بمعدل 45 درجة معيارية ونيلهم المركز الأول عالميا في اختبار الاستراتيجية العددية وذلك ضمن الاختبار الدولي تيمز 2015 وعلى صعيد آخر ثمن الوزير عاليا الجهود المتميزة للمؤسسات المتعاونة في إنجاح برامج التعليم الفني والمهني لتكون مخرجات هذا القطاع التعليمي الحيوي متوائمة مع متطلبات واحتياجات السوق العمل وانطلاقا من كون التعليم شراكة وطنية شاملة وللارتقاء بنوعية مخرجاته وهي مسؤولية الجميع وأشار الوزير إلى أبرز أوجه هذا التعاون المثمر والمتمثل في برنامج التدريب الميداني تكوين الذي حقق منذ انطلاقة قبل عدة سنوات نجاحا طيبا في تزويد طلبة المستوى الثالث الثانوي بالمهارات المهنية والشخصية المطلوبة في سوق العمل واستفاد منه خلال العام الدراسي المنتهي 1700 طالب وطالبة بداية أحبت غدا بخالص التهاني والتبركات لأبنائنا الطلبة والطالبات على النتائج المشرفة التي تمت هذا العام واليوم هذا الاحتفال الذي تم كان الهدف من تكريم الأوائل من أبنائنا الطلبة والطالبات وكذلك أيضا تم تكريم الشركات الداعمة لمسيرة التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم حيث الوزارة تسعى إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة في هذا التخصص إلى التدريب في الميدان وفعلا هذا العام دربنا حوالي 1700 طالب لا شك أن المسيرة التعليمية ولله الحمد في كافة المراحل التعليمية تشهد تطورا كبيرا وأيضا يؤكد ذلك الاختبارات الدولية في الرياضيات وفي العلوم التي حققت مملكة البحرين إنجازات ليست فقط على الصعيد العربي وإنما على الصعيد العالمي هذه التفوق والنجاح اللي حققته طبعا ما كان إنجاز فرد أكيد كان إنجاز جماعي طبعا لولى الوطن العزيز اللي قدم لي وما بخل عليه بأي شيء طبعا الجهود العظيمة اللي تقوم بها القيادة الرشيدة ووزارة التربية والتعليم على رأسهم سعادة الدكتور ماجي بن علي النعم كان ما حق طبعا أكيد هذا الإنجاز والشكر قليل بحقهم وما ننسى بعد نشكر مدرسين من مرحلة ابتداءة المرحلة الثانوية اللي وقفوا وياه الساندوني والوالدين طبعا بدون دعاء الوالدين دعاء أم أكيد ما وسط لهذا الإنجاز أحب هذه التفوق حق بلدي البحرين أو الشيء وحق والديني اللي تعبوا معي وثوني شيء أحب يعني أنه أنا أرفع دير اسم ديرت البحرين بتفوقي وبأعمول إن شاء الله القادمة عندني الإنجاز اللي أنا تعبت عليه وسهرت عليه الليالي وإنجاز أهلي وتعبهم وياي وأكيد معلمات ومدرساتي الحمد لله رب العالمين بفضل الله ثم فضل أبو يومي ومعلمين الأفاضل اللي ساعدوني كثيرا في الدراسة تفوقت بجدي واجتهادي ثلاث سنوات كلها تعب بس في الأخير المعدد يعني الحمد لله تمام طراحة الشعور موين وصف أهلا الشعور حسيت فيه حسيت من جوزي حق الـ 12 سنة والحمد لله وتفوقي يكون الفخر حقي وفخر حق البحرين ترجمة نانسي قنقر